صباح الخير صباح رينا صباحك سعيد مجدا صباح الخير مشاهدين الكرام إذن موضوعنا اليوم الفقرة نهاركم سحايا ثبت بشهر أكتوبر الوردي العديد من النساء تتهربنا ربما من إدراء الفحوصات الدورية والتي من المفروض أن تكون دورية حول سرطان أثدي للكشف عن وجود أولى سرطان أثدي اليوم سوف نتحدث عن هذا الموضوع كيف نفحص لماذا نفحص ولماذا يجب أن يكون تشخيص مبكر نسعد باستدافة الدكتور بناشنهو مرحبا بك معنا دكتور صباح الخير ونشكركم على اهتمامكم على الصحة وهذه نشهد لها بأن قناة النهار رأي مهتمة كثير بالصحة المواطنية يعني هذا واجب لأنه نشوفوا أنه خاصة بالنسبة للحملات التحسيسية التي تكثر خلال شهر أكتوبر فيما يتعلق بسرطان الثدي نشوفوا أنه سرطانه في انتشار وهو أول سرطان في الجزائر يعني 11 ألف حالة جديدة كل سنة تكتشف يعني مرأة جزائرية كل سنة رأي نكتشفوا حالتها أنه عندها سرطان الثدي هذا عدد كبير لماذا هذا الارتفاع دكتور؟ شوفي الإحسائيات لازم نفهمهم إحسائتين يعطيناك لي صورة ولكن لازم نقولوا بأن الإحسائيات نقارنوا مع الإحسائيات السابقة نشوفوا بأنه رأي في ارتفاع هذه وحدة ثانيا رأي خصوصيات هنا في الجزائر رأي يجي في سن مبكر هذه اللي عندها أهمية ولكننا نحن ندخل مباشرة ونشكرك عن مقدمة تاعت قلت بأن النساء يخافوا يديروا يخافوا يديروا التشغيل هذا يخاف حاجة طبيعية أنا أخاف أنت يتخافي واحد بشر دائما يخاف ولكن كانت تربية صحية لنقصة فينا أولا تربية صحية مقننة عندها طرق العمل تحتها وعندها ولكن نحن رأينا مخليين غير هكالأمور من ناحية تاع الوقاية تاع التحسيسية أنا ما نحبش كلمة تحسيسية نحب كلمة تربية صحية لماذا كذا ولماذا نعرضك ولماذا هذا الشيء ولكن لازم تكون متواصلة مش شهر تعيوم الوردي شهر الوردي بالفعل دكتور نشوف بأنه 7% هو معدل ارتفاع الإصابة بسرطان تدي في الجزائر يعني هو رأي معدل جد كبير مرتفع نتحطها للأسباب لماذا دره سرطان تدي في الجزائر في ارتفاع وفي المقدمة شوفي على المستوى العلمي السرطان ما نشعر فيه ما نشعر فيه السببب لما نقول له الأسباب لكن كان دوافع العوامل هنا تابتة تابتة مثلا التغذية هذه رهي 100% التغذية عندها سبب رئيسي دور رئيسي في ظهور السرطان هنا لازمنا ركزه على التغذية على المواد الغدائية واش رأنا ناكله واش رأنا ناكله واش رأنا نتقدم واش رأنا ننتج في نحية الأكل ونمط الغدائي تعنا نحن ما نشعر هذي نندهج أنا هذروا على النامط الغدائي النامط الغدائي ولكن في الحقيقة الأمور رأيت الدهور المالك الأغير نمشي في الشوارع نأتيك مثال مثلا المطاعم المدرسية من قبل كان هذروا على المدرسية المطاعم المدرسية مش نديروا مطاعم مدرسي هكذا مش نجيب أي واحد نجيب كاشع جوزة مع كل احتراماتنا تعرف طيب المتوام ولا تعرف طيب الفريت إلا المطاعم المدرسي لازم يكون والحمد لله الجزائر كونت كونت مختصين في الميدان تحتاج تقديم ركيت شوفي هذرتيلي على السرطان شوفي وين رح نجيب نمت الغدائي وهذا من طرف المنظمة الدولية للصحة هي اللي هي تقول بأن السمنة تقول بأن عندها دور رئيسي في هذه واش هننديروا بها نكافح السمنة إذا مين ذاك نهضره ولا نديروا لا لازم سياسة وطنية بمعنى الكلمة كما أنا نخم على الاقتصاد فعلا نخم على الموارد الفينانسية المادية وكلش لازم نديروا سياسة على الصحة فيها زوج فوائد فائدة للصحة تع المواطن وتقلص لي من الخسارة تعادرها من الأدوية والآلات للأسف ما زالت الطيب بتاعنا في الميدان نسناه حتى المرض يسكن فينا ويبدأ الناس يجري وإنتاج الأدوية وإنتاج الآلات نعم الحديث دكتور على الوقاية نشوفوا الصورة الأولى اللي عندها علاقة بموضوعنا إذن بالنسبة للعمر المناسب لإجراء الفحوصات الطبية المتعلقة بسرطان تدي قلتنا الآن الخصوصية في الجزائر أنه يصيب المرأة الشابة أكثر من البلدان الأخرى إذن ابتداء من أي عمر نبدأ ندير الفحوصات هنا كين شروط كين شروط كين برنامج عمل كيف ندير الفحوصات أولا نبدأ بحاجة إذا مرأة طفلة صغيرة في العائلة تحا في العائلة تحا كما يمها أخوتها عمتها خلتها وموجودين عائلتها كذلك موجود سرطان هنا لازم تخضع إلى مراقبة إلى كين وين حالات وين ونعرف هذه الممثلة الأمريكية اللي أنجيلي ما جولي ولمين شعر اللي في عائلتها وكل مسبقا صابوا بأن عندها واحد الجينات واحد الكروموزومات موجودة في العائلة مسبقا كانوا عارفين أولا حقيقة تكلف أموال وتكلف هذه مسبقا راحت قامت بعمليات جراحية نحت الوالدة التحان نحت كل هذا الشي نحتهم ما عندناش بنوصلوا لهذه الدرجة رغم 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 لبعض الحالات لازم نقوموا بهذا التسرف نقدروا نعطوا السن الدكتور اللي نبدأوا فيه الفحوصات هم يقولوا يقولوا ما نحبش تحدي ليها ومسح يقولوا بأن ربعين سنة لازم نديروا ماموغرافي ولكن مشي ماموغرافي هذا مشي سالفي من هبه ودبه ماموغرافي لازم تكون عندنا ناس يعرفوا القراءة تحذي أولا لازم ليقرأ لازم تكون عنده تجربة في هذا الميدان ثانيا ما لازم شو واحد إلا واحد ليقرأ لازم ثلث قراءات ثلث قراءات بأن أكدوا حاجة أخرى أكثر نديروا الماموغرافي مسبقا أعلى مليحة أعلى لأن الآن ضروري 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 نفوت السرطان الآن لحقنا بالفرنسوية يقول لك قبل ما هذا السرطان ما يبدأ يحضر يعني يعني يكون صغير لازمنا نوصل لهذا الشيء ولكن خدش السرطان يالي لأسف كنت قلت لك بأن أنا حضرت واحدة المرأة جاتني والله العظيم التادي تحى شغل كانطالو شغل كانطالو هذي كده الأخر يسيل وأنا اللي عمري ما نساها دائرة شوالق مرحلة جد متقدمة ومع الجدش ومكانش اللي كيف نكبتيوها كيف لازم النظام الصحي والنظام الصحي اللي يقول لك لازمنا نغيروه لازمنا لا ما راهوش مستعمل كما لازم من طرف أطيباء البولي كلينيك لسان دي سانتي لميتسان ما ما لازمش نفهمهم كإدارة لازم نفهمهم كوسائل الكشف المبقر في هذه النقطة دكتور نتحدث على سرطان التدي اللي يكون في العائلة يعني ربما من مفروض أنه سرطان التدي اللي يكون في العائلة يعني النساء العائلة تشخصن بطريقة يعني اجبارية اوتوماتيكية هنا نتحدث على النظام الصحي اللي ربما يجبار جميع أفراد العائلة من سن وعين بالتشخيص ياتك صحة احنا عندنا وهذا نفتخره بها هنا نقول نظام الصحي التعنا للسنوات الأولى تعل الاستقلال دار الوحدات في الأحياء واشن هو الأحياء لازم الأطبة الدور المهمة الميسيون تعلق البوليكلينيك تعلق لا شيء يعمر لزور دون سبحان لازم يعرف المحيط يعرف العائلات يدير الأمراض الإحصائيات تعاد العائلات هذه العائلة لازم تكون الأحسن والأفضل ويسهل للعمل لما يكون في محيط جيوغرافي يعني في الحي هذا الأطباء هذا اللي يقولك أنا ميتسان شيف وانا ميتسان كورديناتور وانا كذا وانا كذا هذي وهما ما يعرفوش واشن هي لابوبيولاسيون السكان وهنا شخصه مثلا لما تعرفي بلغ هذه العائلة اللي تسكن في هذا المكان اللي ميت عندها السرطان بنتها ريبان السرطان وريد داوي لازم عناية خاصة هذو الستاف ميديكال تحذلك البولي كلينيك واللسان دي سانتي يطي عناية خاصة يطي تربية يعني قاسحة انفورباسيون سوتين الاستيباق يعني الخطر يعتك سحبها وهنا يصر لك الجواب اللي قلتين النساء يخافوا هذا هي يعني نوصلوا إلى الصورة الثالثة دكتور بالنسبة للنساء اللي ربما يقول لك إذا كان عملت الفحص وكتشفت أنه عندي سرطان يعني ما هي الفائدة من الفحص نهضروا هنا على الكشف المبكر يعني شامبوان ونشري والبارسيتام وعشرين ألف مليون ماركة لازمنا نعرف كيف نسير دراهم اللي نقتصدوهم نعرف تسير العقلاني البال اللي نقتصدوهم نوسيهم الأمراض كما هذا مثلا لما نكتشف مبكر يعني صبت باللي عندي التدخل تعال الطبيب والله العظيم تمك الأمور تتحسن ما كلي ناظ الدم لها ولا أقل من دم لها وقمنا بها ولكن نحن نخلي المواعد طويلة تتأخر نعم تتأخر الفلوس ما تجوزي غالية المستشفيات تطاركم نعم يعني كيف تحبيت هذا كله يؤثر على صحة المسبب سرطان سرطان يمشي تشقول أنا دائما نمثل ونقول للنساء ما تكون عندكم تفديقة في كاش تياب هنا نعم دائما النساء تقول نخليها راي تمشي لي السرطان يمشي بسرعة أكثر من التفديل لازمنا إعادة النظر والحمد الله لدينا البرنامج الوطني تعم مكافحة ولكن ندير برنامج ونواسي وندير جهود ولكن أبا راي حبس لي خدش كاين أبا راي وصرت وصرت بالأخص بالأخص الوقاية وتكفل المبكر رانبعاد عليها رانبعيد راه واحدة الحركة يعني قديمة ما ناش نستعمل كما لازم الهيكل الصحي في الجزائر بالأخص القاعدة وربما رسالة كذلك للنساء اللي راهم يشوفوا فينا أهمية الذهاب للكشف يعني راه شهر أكتوبر تكثر فيه الحملات ربما كان الجمعيات اللي يديروا هذه الحملات الشخصية ويتنقلوهم لمختلف مناطق في الوطن وجلهم رسالة يعني من النساء الجمعيات يديروا مجهودات كبار ولكن قال كيد وحدها ما تسفق لازم هذا يكون توحيد لازم تكون النظرة لازم الفكرة تعني تكون طيب وقائي جهود متكملة بين مختلف الأطراح نشكرك دكتور على كل هذه النصائح وموضوع غامق لخصت نعم نزيد نكمل نتحدث على هذا الموضوع طيلة شهر أكتوبر ونشكركم مشاهدنا على المتابعة وعود لك مجددا مجدد